السلام عليكم ازايكم وعملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة الفراعون المغربي بينهار ولا يا كدعان الفيديوهات بيجيب الف مشاهدة انا ما بقيتش بوصل لكم الف مشاهدة دولي باصحابي بس اللي بيشوفوه ولا ايه وبعدين تبلغاته بطلع في الاستفتاء على اليوتيوب وشكله ما يقفلوه للقناة كده ربنا يسطرها حتم المرابط بعتلي سكرينشوت طالع له استفتاء اليوتيوب بيسأله وبيقوله الراجل ده بيبلغ عنه كتير علي يعني بيسأله بقى بيقدم محتوى كويس دولي ايه فلو جاتلكوا اسئلة جاوبوا بسرعة وعملوا لايك على الفيديوهات كلها يعني رجعوا وعملوا كلها خلاص انا بقيتش عارف اعمل ايه فهجعب معاكم في المغرب بقى نتكلموا احنا عادين في اي حتة يعني ننزل بقى نقعد مع بعض لانه كده واضح ان الفيديوهات في الفترة اللي جاء عملت ايه اللي تقل فربنا يسطرها ايه واعرف استمر يعني معاكم وان شاء الله خير يعني المهم اللي تقدروا تعملوا اعملوا في الاخر ما غلوبنا خالص هجعب معاكم بقى في المغرب فقية حتى كده طبعا انتم كده هتبست وانا هتبست فاحنا احسن نلغي القناة واجعب معاكم حبايا بقلبي ازايكم وعملين ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة الهما حاجة تعملوا لايك على الفيديو ده واي فيديو انت قبل كده مش عامل عليه لايك ارجع اعمل عليه لايك النهاردة معانا موضوع مهم جدا جدا اتكلموا معايا عليه اصدقائي المغربة واخواتي الموضوع ده بيخص البوليساريو كان فيه مقطع القبل بس ما اتكلم في موضوع البوليساريو ده فيه حاجة شفتها انا عرفت منها انه اكيد الرجالة كلها هتشجع عريل مدريد انا كده كده بشجع عريل مدريد قدام لي بربور يعني بس يعني قلبي بيجبني برضه عشان محمد صلاح لكن كده الرجالة كلها ضمانة انها هتشجع عريل مدريد الموزيعة اللي قبل كده قلعت هدومها بالمغربي سلتت حويجها في مباراة كرة قدم لما عريل مدريد فاز كاتبة كده بتوعد الجمهور انها هتقلع هدومها تانية لو فازوا عريفر بول طبعا كده مصر كلها هتنسى صلاح وكل رجالة هتشجع يعني مصر والمغرب كل رجالة كلنا كرجالة هنشجع عدلوقت عريل مدريد طبعا بطحك معاكو ستكوتي بقى ستة تلمي يعني انا طبعا بخدها البدحك بس تلمي بقى أولية تلمي بقى يا حكاية القلع اللي ماشي في البلد اليومين دو المهم نتكلم في الموضوع بتاع النهاردة البوليساريو حضروا مؤتمر معمول في مكسيكو سيتي في المكسيك والمؤتمر ده المفروض انه بتحضروا عدة دول انا برضو مش عارف هي ليه البوليساريو حضرته هل البوليساريو دي دولة او بتمثل هي ليست دولة ولا بتمثل دولة فانا برضو مش فاهم هنا سبب تواجدها بالنسبة لي سبب تواجدها غير واضح وغير منطقي لانه ده مؤتمر بتحضره دول والبوليساريو ليست دولة المهم انه البوليساريو بعتت زي يعني ناس ناشطين منها شوية نشطاء بس هم اللي حضروا في المؤتمر وبرضو لحد دلوقت انا مش فاهم سبب حضور ناس ممثلين للبوليساريو ايه لانه البوليساريو ليست دولة واللي حاضرين كلهم ممثلين دول المهم يعني انه الحقيقة المغربة ما توصوش يعني قلتلكم قبل كده انه من الحاجات اللي اتعجبني جدا في المغربة هو القدرة على التكتل بيقدروا يقفوا قدام اي حد بييجي على بلده في ثانية وقلتلكم امثلة ده كتير بيعجبني فيهم صراحة الحتة دي هم بيعرفوا يقفوا وقفة راجل واحد حتى لو في منهم ناس مختلفة مع بعض في الرأي مثلا في حاجات معينة ما تلاقيش الاختلاف ده بين ابدا ولا تلاقي الاختلاف ده بيعتبروا مش وقته بيروحوا وقفين وقفة راجل واحد كده ويروحوا مديين اللي ايه الطريحة يعطولوا العصير للي عمل او اخطأ في حق بلده وده اللي حصل فعلا المغربة ما شاء الله يعني ما توصوش وراحوا مسلمين للمنظمين بتوع المؤتمر ده او الاجتماع ده كل البلاوي اللي عملها البوليساري سواء بقى من جرائم اختصاب اطفال جرائم اختصاب نساء تجنيد الاطفال بالصور وهم جايبين اطفال لبسين لبس جيش يعني لا شلفوا لهم يعني ادوهم ايه واحدة كده للمنظمين بتوع المؤتمر فبالتالي لما حضروا بقى اللي هما المندوبين بقى بتوع البوليساريو بقى والمشاطاء لقوا كام فرد قاعد في المؤتمر بيسمع الخطاب اللي هما بيقولوا كام فرد بتخيل كده معايا كام فرد فكر حزر فزر عشرين لا عشرة لا برض خمسة خمس افراء يعني انت لو وقفت تشرب كوباية شاي جنب الكشك في الشارع هتلاقي ناس وقفة معاك اكتر من كده يعني الناس هتيجي تسلم عليك اكتر من خمسة هيعدوا وسلموا عليك اكتر من خمسة فهم وقفوا عملوا مؤتمر واجتماع وقالوا خطاب قدام خمسة والخمسة دول كمان منهم يعني اصلا خمسة اصحابهم يعني هوا عاملين زي اللي مش لايه حد يسمعوا فرح جابت اصحابه قالوا هونه بيقعدوا وعملوا لي فاكرين الارموتي لما كان بيجيب الناس على القهوة ويقعدوا يسمعوه هو نفس القصة كده فطبعا المنظر كان فضيحة كبرى طبعا وطلعت وسائل الاعلام العالمية اتكلمت على الموضوع والفضيحة بقيت بجلاجل يد الجور سمو حناجل على رأي عادل امام بس طبعا لا جاريت النهار الجزائرية اتكلمت ولا جاريت الشروق الجزائرية اتكلمت دول مش فاضين للكلام ده دول فاضين للكلام على المغرب لكن يطلعوا يتكلموا على البوليساريو وعلى الفضيحة اللي عملها اللي حصلت للبوليساريو وعلى قوة التكتل بتاعت المغربة لا هم يتكلموا على المغرب يتكلموا في العجات اللي بتحرقوا يعني دي المشكلة للمواقع الاخبارية دي فطبعا فيه نقطة كمان نسيت اقولها لكم انه كالعادة في بداية الخطاب العظيم الكوميدي اللي قالوه مندوبين البوليساريو في الاجتماع اللي كانتشفين الخامسة بيحضروا ده اول حاجة طبعا بدأوا كلامهم تتوقعوا ايه؟ بفلسطين هو ما فيش حاجة لازم يبدأ كلامه يقولك اصل فلسطين ليبدأ كلامه ليه؟ عشان هو عايز يكسب تعاطف العرب فيعمل ايه؟ يلعب على الحتة دي يقولك فلسطين فأول الكلام يبدأ يقول فلسطين طب والحاجة التانية اللي هيختم بيها او هيبتأ يدخل فيها ما هو بيبدأ يدخل ياخد الطريق اول وفلسطين يروح داخل بقى على طول اول ما يلاقي قال الجملتين اللي هو حافظهم يروح داخل بقى شمال ايه الشمال؟ جمهورية الصحراويين والصحراويين والصحراويين والاحتلال المغربي وحق تقرير المصير والكلام المهلبية اللي بيتألف كل شوية وبيتعاد وما فيش لينهاية ده فكالعاد فطبعا هم كده كده أصلا لقاعد يسمعهم خمسة فيا قعب بقول قادرة الفلسطينية وابدأ بيها دايما عشان تلون وتبدأ وتفرش للكلام اللي انت هتقوله وبعدين قولي بقى حق تقرير المصير وبعدين قولي الهاري اللي ما بيخلصش وملوش نهاية اللي انت بتعيد وتزيد فيه ويعني زي ما قلتلكوا في الآخر المغربة رواؤوهم ونشروا فضايحهم كلها للجنة المنظمة ووسائل الإعلام ما عدا وسائل الإعلام الجزائرية يعني وسائل الإعلام اللي هي محيطة بالموضوع ده كلهم اتكلموا عليه لكن ما عدا وسائل الإعلام الجزائرية انهم مشغولين في بعضه بعض وسائل الإعلام الجزائرية مشغولة دلوقتي بتتكلم على قفطان يقولوا قفطان الحاجات دي يعني شرائدها تاني فطبعا دي كانت من الحاجات اللي دايما بتكلم عليها وبمدح في المغربة فيها في قصة القدرة على التكتل والقدرة على ان هما يجيبوا حقهم في اي مكان في العالم ما بيسيبوش حد ييجي على بلدهم واللي بيجي على بلدهم بيعرفوا يبقوا عندهم كلمة راجل واحد وعندهم تصرف وكأنهم راجل واحد فبعض كلهم رجالة وستات تصرف تحس انهم كلهم عندهم نفس رأي انت ضد بلدهم اما انت ضدوهم ده اللي بيعجبني جدا فيهم ما تلاقيش واحد منهم بيقولي التاني بس انا مختلف معك في كذا لا انت جيت على بلده كلهم صفوا واحد وايدوا واحدة ده اللي بيعجبني فيهم وده نتيجة انك تيجي على المغربة فقصة دي كانت من القصص اللي ارسلوها لي اصدقائي المغربة وان شاء الله هبعط لكو تفاصيل اكتر بعد كده وهنطلع لايف انا وبعض اخواتي المغربة اللي هم اصدقائي من زمان قريب على الفيسبوك زي ما بطلع معاكو على الفيسبوك او يوتيوب عشان نناقش بعض النقاط المهمة اللي اتكلمنا فيها قبل كده واللي تخص المملكة المغربية الشريفة ان شاء الله في نهاية الفيديو الفرعون بيروح منكو اجرعان تنسوش تعملوا لايك لده ولايك لأي فيديو قبل كده ما عملتهوش واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم شكرا